يقول السيد لقد ابتميت وهذا عامل من هذا البلاء ابتميت بمشاهدة أفلام كذب الصبيعة وقراءة المجلات الماجمة الفاضحة وأحاول التخلص فهل ترشدوني وهل من نسية للتخلص أجزاكم الله خير الله المستعب الله أكبر الله أكبر يعني سبحان الله هذا البصر لو تصور الإنسان لو أنه وقف بين يدي الله عز وجل وعرض في عرصات يوم القيامة وقال الله له أما تستحيى عدي ترى الأعمى الذي لا يبصر وأنا نورت لك هذا البصر تنظر به إلى محارم هذه المعصية الواحدة قد يراه الإنسان معصية واحدة فقط أو مشهد واحد أو مقطع معين مثل يدعو إلى المحارم الله قد يرغب الله عز وجل العبد غير ضلاء لا رضا بعدها نسى الله سلامنا وقد ينطفئ نور الإيمان في القلب فيصبح القلب مذنم إلى لقاء الله عز وجل المعاصي خطيرة يا أفضل المعاصي تنية القلوب وتطفئ نور الإيمان من القلوب الله الله إذا جئت يوم القيامة ووقفت بين يدي الله عز وجل وعرضت عليك هذه المشاهد ما تخرج منها مشهد واحد فقلعت هذه العين بمسامير النار وكحلت بكحن النار وجد الإنسان عندها لبت هذه الشهوات ثم يسأل الإنسان نفسه شعالا صادقا يا أخي اسأل نفسك ما الذي جنيت من هذه المشاهد ما هي التمنى ما هي الفائد طيب رأى الواحد تمتع لكن إش العاقي كتبت في الصحيحة حتى إذا جئت في عرصاتهم القيامة أعرض عليك الكتاب وإذا فيه هذه النظرة التي لا تنظر الله عز وجل يقولون عن رجل أنه كان منطلاق العلم وكان مع أحد العلماء فذات يوم كان هناك غلام مصراني والعياذ المعام كافا وكان الغلام له صورة جميلة ففتن هذا الطالب العلم فنظر إليه فلما نظر إليه النظرة جاء الشيخ ورآه ينظر فقال لي ماذا تنظر الشيخ يقول لي قال لي ماذا تنظر فكف الطالب فقال الشيخ يقول لي والله لتجدن أثر هذه السيئة ولو بعد حين يعني سيعاقبك الله عليها ولو في آخر حياة يقول هذا الطالب فما زلت أن تظر هذه العقوبة فمكفت عشرين سنة هذا القصة ذكرها على الإمام القيم رحمه الله بمدارج السالكين يقول مكفت عشرين سنة وانا انتظر العقوبة وإذا بيه في ليلة من الليالي نمت وأحافظ القرآن فأصبحت فأمصيت كتاب الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والعالم فالذنب قد يستهيل به الإنسان في ذنب الله لكنه عظيم وذلك قال بعض السلف لا تنظر إلى ما عصيت به ولكن انظر إلى من عصيت النظرة الواحدة قد تدن حياة الإنسان كله نظرة إلى الحرام واحدة فالله الله آخي في الله أنا ما أقنطك من رحمة الله ولا أليأسك من روح الله ولكن أبشر بكل خير أريد منك دمعة تدمعها على ما فات من هذه الأفلام أريد منك يوم تجلس لوحدك في غرفة وتتذكر وتقول إنا لله وإنا إليه واجب أي خسارة بنيت فيه الله أعطاني البصر وأعطاني هذه النعمة ونظرتي لك حرام كم فين النظر وكم نصهد رأيت كيف ألقى الله فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع ولعل هذه الدمعة تغسل ذنوب العمو أريد منك هذه الدمعة وأنت خالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمع هذه الدمعة أن الله يضله في ضله وما لا ظل لا إلا ظل فقال في السبعة إن شاء الله يجعلنا وإياكم منهم الذين يضلهم الله في ظله وما لا ظل لا إلا ظل قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا أي من خشية الله عز وجل فادمع هذه الدمعة وصيك أخي الأمر الثاني أن تغلع عن هذه المعاصر وأن تبتعد عنها والله سيعينه والله ما عقدت في نفسك فإنك تتوب عن شيء إلا يفقك والشيطان يأتيك يقولك لا أنت فعلت أنت رأيت كثير لا ما تتوب والله لو غلق الإنسان في المعاصر من أخمص قدمي إلى شعارة راسك وأحسن الضم بالله فالله يعينه والله يوفقه فهذا اللي أعاداني الأمران اللذاني أدعوك لهم ترك المعاصر والندم على ما كان منك فيها وحسن الضم بالله وأسأل الله العظيم أن يبدل إساءتك حسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أحسن الضم بالله أحسن الضم بالله أجل وأوسعه اشتركوا في القناة